السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحبي ومتابعي عادل فتح في كل مكان كل التحية وكل الاحترام لكم أهلا وسهلا تحياتي للجميع النهاردة على الطول علشان تبقى المقدمة سريعة النهاردة لقيت اتفاجئت بأم مصطفى بتستغيسه بتقول هو ما فيش غير أم مصطفى يا إخوانا في اليوتيوب ما تشوفوا بقى حد قدوية قنوات النقر ما تشوفوا حد غير أم مصطفى ما هو بصحيح تلاقي أم مصطفى على طول قعدة على قنوات النقر يعني كمائدة على طول يعني أكدنا هي أسماك على طول فقلت والله كلامها صح ما تبحس بها يا عادي أنا ما بتكلمش والله على أم مصطفى خلص مش عاملها مادة بس أنا جايز في عائلة غيرها برضو واخدتها برضو معايا على طول كعملية نقر بس العائلة دي فيها يطلع 20 قناة فأنا بنقض كل يوم أو كل 3-4 ايام قناة فبيبقوا هم متواجدين عنده على طول فالمهم قلت إيه هو من ساعة هي ما جابت التكيف أو جالها التكيف هدية يعني وسدرها خرخش وجات لها الأسباب سدرها وجالها الحساسية وأنا بقول برضو من هنا وكل واحد يخلي باله أي واحد أو واحدة عندها حساسية على سدرها فيه برشام للحساسية أنا أعتقد كان اسمه فالينيل ما عرفش خمسة ملي ولا إيه بالضبط تحاولوا بس تسألوا عليه وما يعرضش نفسه لرائحة الزيوت اللي بتتعمل رائحة الزيت والأكل والكلام ده تبقى فضاعة جداً يعني يا ريتم مصطفى بجد ما تضخش خالص وتخش المطبق خالص وحتى لو هتعمل تحديات يجيلك أكل جاهز أردارات جاهزة ممنوع تشمي أي دخان موجود في المطبق ولا سجاية ولا أتربة واليوم اللي فيه أتربة أو هوا ممنوع أي واحد عنده حساسية الصد يتعرض لها أنا بقول نصيحة مش لها هي بس لكل الناس فتخلي بالكم لأن دي بتبقى حساسية على السدر وبيعمل في الشعب الهوائية مشكلة كبيرة جداً 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 بنيجي بقى نخشوا بعد بقى أم مصطفى وقالي ترحموني بقى وشوفوا قنوات غيري طيب روح بقى يا عم عادل شوف قنوات غيرها وعمل مقارنة بينها وبين أم مصطفى أم مصطفى اللي بقالها قعد على اليوتيوب بقالها أكتر من سنتين ثلاثة أربعة ما جابتش غير جوزين غوائش جوزين غوائش دهب جوزين غوائش ولا تلت جواز غوائش دهب ومشي بينهم تروح بلسوف تروح القاهرة تروح المرد بحيث يمكن لو الزمن غدر بها تقولك أتفحهم عرضون شقة ولا مقدمة شقة وأسد بالأقصار لأن الزمن غدار المهم إحنا تينا إن أم مصطفى دولة دخل الدولة فقلت بقى خش بلاش بقى السمك الكبير اللي هو بينصاط اللي هي الحتان خش على حوت حوت كبير بقى فلعيت ولد شاب صغير صغير اسمه عبد الرحمن وزوجته هبة يعني 25 سنة واد عمل لشعره برضو كده يعني عالي صغير خالص وليه أقص بمحمد واللاتنين بقى إيه بيفعلوا القناة لا أنا متخنق معك يا محمد أنت ما حضرتش معايا لا أنت حضرت لا مش عارف إيه أنت ما حضرتش فرحي أنت ما جبتش العافش كل ده عشان قنوات تكبر وفعلا الواد عنده مليون وستمئة ألف فانس ومشاهدة 300 ألف و400 ألف و500 ألف وبعدين لقيت قاعد كده من حوالي 15 يوم 20 يوم في الملديف والله أتحدى أم مصطفى تقولي الملديف دي فيه ولا تسمع عنها ولا عمرها كانت في دمكها لا هي ولا ابنها مصطفى ولا عمها ولا أمانهم منهم يروحوا الملديف خد مراته في الملديف وهات يا غدس واطلع يا غدس وهات يا مياه وكلنا بنتفرق والله إباها لا روحنا الملديف ولا فرجة فالمهم لقيته طلع عم الميا عمل بس مباشر قال خلاص أنا مش عايز اليوتيوب أنا مش عايز شهرة أنا تعبت بصراحة أنا تعبت ارحموني ليه يا عم تعبت أنا مش عملية فلوس أو عملية أن أنا قناتي ما حققها دلوقتي مثلا 224 مليون مشاهدة أو أنها حققت يعني من 4 إلى 5 مليون جيني مصري والله ما بتفرق معي الفلوس خالص أنا راجل كنت الأول شغال هو كان شغال الأول على ما أعتقد مع أبوه مكواجي أبوه بقى لديه الصحة وده اللي الشغل مش عايب أبدا فبعد ما بقى مكواجي ما نفحش في التروسيكل ولا في التوكتوك رح قالب على إيه قالب على إن هو يبقى حلاء وبرضه بقى يضرب راس ويموز راس لغمط الدنيا فأيه طف به المطاف إنه اشتغل إيه قولوا معايا في قهوة يعني يعني شغال في قهوة عادي شغلة محترمة رجل شريف ماشي كل ده حاجة كويسة جدا إنت إيه ابنك معايا دكتوراو طب وحنا ما أنا عاملك إيه بابنك بيقبض كم خمس سلاف جني يا حلو يبقى هو وعبد الرحمن بيقبضه خمسة مليون وخمس سلاف ما هو ما فيه ما تقول إيش بقى ماليش دعوة بيفك الخط ولا ما بيفكش ماليش دعوة إنه هو راس بابتدائية أنا محدش يكلمني في الحاجات دي أنا قلت لكم إنتوا اخترتوا العلم كملوا في العلم للآخر على رأيي عادي سعيد صالح قال لك العلم لا يكيل بالبتنجان هو مش هالك ده في مدرس المشاهدين والله ما عرفش فيها إيه المهم أنا الناس بتعيرني طبعا فيه عيال من اللي كانوا معاه في الأول اللي هو واحد صاحلة بياط وعادي عبد عبد شيشة شيشة وزبط وسيخ الحاجر كويس ماشي العلم دي عرفاه فلما طالح في الميديا هو ده عبر رحمن أيوه هو عبر رحمن الله هو مش ده الولد اللي كان بيوصل المكوى أيوه هو فبدأت العيال دي تبقى أو الناس دي الكبيرة اللي زي حالاتي يبقى عنده في الفانس فبدأ هو بيعاني من التنمر أو من الكومنتات السلبية اللي بتروح له بس ده يا ابن الحقيقة هو لما بيقول لك كنت مش شعب رحمن كنت معنا في المكان الفلاني والحطة الفلانية فالإنسان ما بيزعج فقال أنا خلاص زي فلان ما قال وكان اعتزل أنا قرفت وكلام من ده طيب ماشي عم القرفة وراح المالديف وهيص في المالديف واستحمى في مياه المالديف وهيص وما قدرك ما المالديف المهم ببص لقيته منزل 3040 فيديو بعد المالديف ولا 15-16 فيديو والفيديوهات دي محققها ايه آلاف مؤلفة يعني انت بتتكلم النهار دا الفيديو عنده بيجيب يا جماعة 300 ألف و400 ألف و500 ألف يعني انت بتتكلم على 600 دولار و700 دولار و500 دولار و400 دولار و300 دولار اللي بجابش يعني بتتكلم على أرقام من 5000 إلى 10-1000 في الفيديو الواحد بسم الله ما شاء الله احنا لا بنحسد ولا بننق ولا بنحقت ولا بنقول دعايل عنده 25 سنة وأم مصطفى إن كان عندها 40 سنة وجوزها أكتر من 40 سنة اللي قاعديني أم مصطفى أم مصطفى أم مصطفى أم مصطفى أم مصطفى راحت بلسويف لا أم مصطفى جات من بلسويف ما تبصوا لعبر أحمن واخوه محمد وهيبة وكلكم وهيبة وأنا مش عارف بتجيلة حساسية من هيبة من ساعة أحمد التباع وهيبة لما كل شيء أحمد التباع يقول لها إنت فين يا هيبة؟ هيبة؟ إنت فين يا هيبة؟ وضيعت منه 3 عربيات بلاك يا ولداء وكانت برضو هيبة دية للأسف الشديد من غرب سكدريا الهنوفيل والبطاش والعجب الفؤاني وكده والمنطقة اللي هي بتاعة المكسو الورديان والدخيلة والحتة دي برضو أنتوا عارفين هيبة اللي جابها لنا عم فاروق بتاعة الروتينات كله جيد إن شاء الله فالمهم لقيت هيبة بتقول وبيقولوا على بابي إن هو كان شغال كهربائي هو أبوك ما كانش شغال كهربائي هو شغل عيب هو عمري ما كانش شغل يعيب شخصه بس اللي يعيب الإنسان هو التكبر لقيت إيه؟ أل جايب لها تليفون طب التليفون نوعه إيه؟ دهب الله أنت بتتكلم بجد والله ربع كله دهب بندقي واحد بيقول له هو إيه الدهب البندقي يا عاد الدهب البندقي يعني عيار 24 يعني قبل الدهب الدهب ده بيبقى بينزل منه يعني عشان آه أنت عايز يبقى الدهب يعني إيه؟ 24 يعني إيه العيار يعني الدهب بيبقى اللي 24 يبقى فيه 76 و70 في المية منه نحاس و24 في المية دهب طب لما يبقى 21 ها بالظبط يبقى باقي المية نحاس يعني يبقى مثلا كده تقريبا 79 في المية نحاس و21 في المية دهب طب لما يبقى عيار 18 بزات يبقى 82 في المية من الدهب نحاس و18 في المية منه مكون الزهب طب لما يبقى عيار 14 يبقى 86 في المية منه نحاس اللي هو البرونز يعني و14 في المية مادة الدهب اللي فيه ده بقى الوات جايب من دقي يعني عيار 24 طب ده يعمل ياما هو أنا معايا موبايل من اللي هو واحد بيقولك أنا معايا موبايل أريكسون منه هو أبو إيريال أبو إيريال ليه أنت يا أبو إيريال ده بيعمل تقريبا تقريبا يعني من 300 ل 360 ألف جني لأن الربع كيلو ده بندقي الوحدة هيعمل ربع مليو لأن الكيلو فيه بمليو لأنه هو أعلى من عيار 21 ويشوف بقى كاتب هبة ها هبة لحد يقول لي بقى لكان شغال في قهوة ولا كان شغال حلاق ولا كان شغال على تروسيك هو كده جولد فميسوكو طبعين تأمني مش كنت هتعتزل مش كنت هتعتزل ورايح وهعملوا لها مفاجأة وكلام مندو بتاعه وتفضلي ورح قالت له هو عيكون الجرام بتاعه قال له والله دهب عيار 24 شكرا 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 بس ايه أنا نفسي بقى محمد رمضان يعرف فبيرد عليه قال له اللامبرجيني جاية اللامبرجيني جاية فواحد بيسأل لي يعني إيه اللامبرجيني قلت له يا عم عقوبال أملتك ده سيارة أقل لواحدة فيها بـ 18 مليون والعالية فهل حينة ربعين وخمسين الوقت خلاص عايز يركب اللامبرجيني هيركب هيركب كل ابنك ايه ما توظفش لسه وخارج كلية علوم طب وانا اعمله ايه هو انا اللي مسك وزارة ويجا يا جماعة لا احنا كمله خليه اخد دراسات عليا خليه كمل يعني وهكذا ان شاء الله بكرا ربنا يكرمه ويتوظف في شركة ويقبط له طالة 4000 جنيه بإذن الله ان شاء الله بعد عمر طويل يعني كل التحية لكم وكل الاحترام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة